اهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الاخباري من قناة 22 فصلت امس محكمة الجناية الابتدائية لوهران في قضية المدون الصحفي ومعتقل الرأي بالقاسم بن ساعد المعروف باسم قاسم السعيد المتابع بعدة تهم جنائية وجزائية على خلفية نشاطه في الحركة الشعبي قال محاميه الأستاذ عمر بوساق أن هيئة المحاكمة قررت تبرئته من التهم الجنائية المواجهة له مع إدانته بعام حبس النافذ ومئة ألف دنار غار ممالية عن جنحة إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر غير المسلح وكان قد التمس ممثل الحق العام ضد قاسم سعيد عند مرافعته أمس عشر سنوات سجن نافذ مع غرام مالية وبهذا سيطلق صرحه في الرابع من نوفمبر المقبل بعد أن قد قرابة السنة رهن الحبس الاحتياطي ويعد قاسم سعيد من الوجوه البارز خلال مسيرة الحركة الشعبي بوهران حيث صاحب ووثق كل المسيرات السلمية بتغطية إعلامية محترفة وبلغة عربية فصيحة متميزة شاركها وتابعها الألف على مواقع التواصل الاجتماعية أجلت محكمة البيض اليوم حاكمة 23 مواطن متهمين بالمشاركة في مدهرة إلى جلسة 23 من أكتوبر المقبل ويتابع المعنيين بتهم التجمهر الغير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالنظام العام التحريض على التجمهر الغير المسلح تعريض حياة الغير للخطر وجلحة إهانة هيئة نظامية أدانت محكمة سيدي محمد الناشط السياسي والصحفي فضيل أو فضيل بومالة بعام حبس نافذة وخمسين ألف دنار كغرامة مالية مع حجز المحجوزات وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قد التمس عقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة ضد بومالة الذي يواجه تهمة المساس بالوحدة الوطنية التي تعود إلى سبتمبر 2021 سبق لناشط السياسي فضيل بومالة أن دخل السجن بعد اعتقاله في خضم الحراك الشعبي بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر 2019 واتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية وغادره في مارس 2020 بعد تبرئته من طرف محكمات الدار البيضاء أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم أن خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزين حاليا في إيران بعدما كانت باريس لا تعترف إلا بأربعة أشخاص وحتى الآن فدت فرنسا رسميا باحتجاز أربعة من رعاياها في إيران من بينهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فريب عدلخاه التي اعتقلت في جوان 2019 ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويد الأمن القومي وأعلنت طهران في مطلع أكتوبر توقيف تسعة أجانب بينهم فرنسي في إطار موجة الاحتجاجات التي تجداح البلاد منذ وفاة مايسا أميني اقترح النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسو أكزافي بيلامي حذر كل أشكال الدعاية للحجاب داخل أجهزة البرلمان بدعوة تضامن مع الشابة الإيرانية مايسا أميني التي توفيت بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران على يد شرطة الأخلاق التي رأت أنها لم تكن ترتدي حجابها بشكل لائق عاد بيلامي لحملة مولتها اللجنة الأوروبية العام الماضي عن حرية الحجاب زائما أن كل الحجج التي طرحتها اللجنة غير مبررة خاصة في الوقت الذي تقاطر فيه نساء إيران وأخريات بحياتهن ضد طغوط الحجاب حسب قوله إن 2021 la Commission Européenne a financé une campagne de communication sur le voile islamique qui affirmait notamment que je cite la liberté est dans le hijab ces mots sont injustifiables à l'heure où tant de femmes en Iran et dans le monde risquent leur vie sont tuées parce qu'elles résistent à l'oppression qui leur est imposée le message de l'Europe ne peut consister à leur répondre c'était l'un des slogans apporter de la joie accepté le hijab en 2020 هذا وأيد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي اقترح بيلامي بدعوى ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد كتل اليسار التي تريد تسهيل مهمة الطيار الإسلامي في التغلغ لداخل الأوساط الفرنسية في اعتقادهم وقبل نحو أسبوعين أزالت المفوضية الأوروبية ملسقا يروج لمبادرة تعليمية تصور فتاة ترتدي الحجاب بعد أن أثار غضبا لا سيما في فرنسا نهاية النشرة شامل الله